هنبدأ نتنقن الملحوظة رقم اتنين من حيث ترتيب ده احنا بس الملحوظة رقم اتنين دي كانت موجودة في الكود الترتيب رقم كام الترتيب رقم سبع نحاول نقرأ كده ما عم قضوا نفهم لا يسمح بعمل اي تعدلات على الاطلاق خلال تنفيذ وكزا خلال تشغيل المنشأ. واحد انا لو قفت كده هعتبر ان الجملة دي تنافي الجملة اللي قبلها. اني دلوقتي بتقول لا يسمح بعمل اي تعدلات. سواء انا بمعمل تنفيذ او حتى لما شغلت المنشأ خلاص. يعني ايه شغلت المنشأ? يعني خلصته وبدأت استخدمه بمعنى اصح. رغم ان الجملة اللي فوق بتقولك انك ممكن انك تستخدم عشان تبدأ تعمل او تعمل تعديلات على المباني القائمة. فالجملة اللي تحت دي بتنفيها. تبركز كلا معايا. متحاولش تاخد جزء من الجملة وتستسنى بقية الجملة. اقرأ كده او كامل البراكراف اللي موجود عندنا او الملحوظة. قالك الا. يعني فيه هنا استثناء. الاستثناء ده بيقولك ايه? عند الحاجة لزلك. يعني لو انا احتكت جدا ان انا اعمل تعديل. والتعديل ده اثناء وانا بنفذ ادوار المنشأ. يعني انا عندي منشأ. خلاص? جديد. لسه انا بعمله. المنشأ ده وليكن عشرين دور. انت نفست عشرة منه. وقمت واقف ده فيه تعديل هيتم. اثناء التنفيذ. ودي بتحصل كتير جدا. يبقى التعديل ده من الممكن. وهيؤثر على المبنى. وماذا استجابته? لاحمل الزلازل? اه طبعا. ده ممكن يقلبك الدنيا وممكن يخلي تصميمك والتشيكات اللي انتو عملتها. ما لهاش اي علاقة بالله هيتعدل ده. بالتالي محتاج تعمل خلاص? وممكن يا بش مهندس لما تشغل المنشأ وتسلمه. ممكن يجي بعد كده. والمالك مسلا هو عايز بعض التعديلات. فبالتالي يا بش مهندس محتاج ان احنا نعمل ايه بقى? قال لك اهو. نعمل مراجعة تصميمية. كاملة للمنشأ. يعني هنبدأ نعمل وريتشاك تاني. وذلك لمعرفة مدى تأثير هذه هي التعديلات على السلوك الزلزال المنشأ. انا شايف ان الاتنين اللي فوق دول او الجملة دي والجملة اللي فوق الاتنين دول زي بعض. سواء ملحوظة رقم واحد ورقم سبعة اه في المجالة والاعتبارات العامة اللي موجودة قدامنا الاتنين مكملين لبعض. فكان لازم انا كده من وجهة نظري ان الملحوظة دي تأتي في الترتيب بعد الملحوظة الاولى. لكن هو يسيب اه حوالي ست ملاحظات او خمس ملاحظات مبنى الملحوظتين دول. فمش عارف ايه السبب عامة يعني. الراجل بيتكلم في الملحوظة الاولى ان لو انت هتصمم او هتعمل اي تعديلات مفيش مشكلة طبق البنود اللي جاي في الكود. خلاص? وفي المعلومة التانية بيقول لي لا يسمح. وكلمة لا يسمح يعني تعني النفي. وبعد كده استخدم لي اداة الا اللي هتعني الاستثناء. فبرضو انا محتاج يعني اسأل الناس اللي عملت الكود اه نحاول نسهل الدنيا شوية. نحاول ان احنا نجمع بنودل متشابهة ونحطها مع بعض. ليه نطورها كده وملحوظة واحد والملحوظة سابعة ويبقى مشتتين. ده كانت وجهة نظري. انت لو متفق معي خلاص. لو مش متفق معي برضو وجهة نظرك ايه? ستحترم في الموضوع ده. نروح ادى ملحوظة رقم تلاتة. اللي هي بالنسبة لنا رقم اتنين فيه الكود. خلاص? بيقول لك يحتوي هذا الباب على مطلبات الدنيا. خلي بالك من الجملة دي. تعالك انا نظل لها. المطلبات الدنيا. ولو جينا نترجمها بالانجليش هنلاقي ان هي اسمها خلاص? وحدود القبول. وحدود القبول دي لو جينا نترجمها برضو. هنلاقي ان هي عبارة عن خلاص? الاعمال الانشائية واعمال المباني في المناطق الزلزالية. ما فيش اي مشكلة. يعني انت بتقول لي ان اي منشأ او اي مبنى خلاص? موجود في اي منطقة زلزالية. الكود ده هيحتوي على المتطلبات الدنيا وهيحتوي على الحدود القبول اللي احنا هنطبقها. خلاص? طيب برضو انا مش فاهم يعني ايه متطلبات الدنيا? ويعني ايه اصلا حدود القبول? برضو هقول لك تعالى نكمل باقي الجملة. ممكن نستفد بحاجة. قال لك كما يحتوي هذا الباب. طبعا دي بتعود على الباب. على اسس حساب الاحمال الناتجة عن الزلازل. بص يا بش مواندس. الزلزال ما بيجيش ببلود. الزلزال بيجي عن طريق هزة ارضية. هزة ارضية دي بتسبب بلود. بتسبب احمال على على الادوار بتاعت المبنى. فالك الباب ده بيحتوي على مين? على اسس الحساب. يعني ازاي هتعمل كالكيوليشنز. فانا عملت لك الجملة او ملحوظة رقم تاتة بالنسبة لي عملتها لك في تلات كلمات. تلات كلمات دول واضحين باللغة الانجليزية عندنا. رقم واحد. اه رقم اتنين. انا ممكن اقول لك رقم واحد واقول لك ان دي رقم تلاتة. وان دي رقم اتنين. ده من وجهة نظري. يعني ايه? يعني الكود يحتوي على ويحتوي على الحسابات ويحتوي على دي وجهة نظري في الترتيب اللي كان مفروض يتحط. طب يا بش مهندس يعني ايه? انا دلوقتي انا داخل اصلا الباب ده عشان اعمل ايه? عشان احسب الاحمال الناتجة عن الزلازل على المبنى. طبع عشان احسب الاحمال دي يا بش مهندس اكيد فيه فيه في طرق. الطرق دي ليها لها معادلات. المعادلات دي فها فها متغيرات. المتغيرات دي يا بش مهندس هي بالنسبة لي اللي انا عايزها عشان احسب. هي بالنسبة لي المتطلبات. فبالتالي انا لازم احط مينمام ما قلش عنه. عشان اقدر احسب الاحمال الناتجة. عند الزلازل. اللي هي بالنسبة لي اقل حاجة. لو انا هزود ماشي. خلاص? فان ده اللي انا شايفو ان انا هحطي لك كاكود اهو. كلاجنة كود بحطي لك اقل مطلوبة عندك. خلاص? عشان تدق تستخدمها وتطلع الحسابات بتاعتك. وبعد ما تعمل الحسابات دي يا ريش مهندس محتاج ان احنا نصمم خلاص? فاحنا نصممنا. طيب انا محتاج ان انا اعمل يا ريش مهندس اتشك. فاتشك فلازم يكون اللي بتاعتك فيه. حدود المسموح بيه اللي هي طيب ده وجهة نظر معينة. ممكن وجهة نظر اخرى ان يقول لك يا ريش مهندس ان كل معلومة قدامنا منفصلة. يعني مش معتمد على مش معتمد على الاتنين. خلاص? وما اللي يعمل ايه? يقول لك ان دي الواحدها ودي الواحدة دي الواحدة. طيب اوضح لوجهة النظر اللي بتقول ان كل واحدة لوحدها. ممكن اقول لك ان دي يا ريش مهندس من الطلبات الدنيا دي خاصة بان العناصر الانشائية اللي موجودة عندك تتميز وتتصف بمواصفات معينة لازم تكون فيها عشان تقدر تريزست الاترا اللود الناتجة عن الزلازم. بمعنى يا بش بوهندس هقول لك ارجع كما معيه في محاضرة رقم اربعة وتلاتين اللي كنت بتكلم فيها على وشرحت لك مثلا وقلت لك تعال ندرس كيفية تصميمها وخصوصا الفريمز اللي ممكن تتميز بالبمطولية الكافية وكان فيه مواصفات تخص العموز وتخص الكاميرا ومواصفات تخص الجوينت والمواصفات دي كان منها ما يخص الخرصانة عشان بس يبقى ده قادر رغم انها لسه ما عملتش اي حسابات رغم انها لسه ما عملتش اي اتشيكات عشان اشوف الكراكس اللي ممكن تحصل هي في حدود المسموح بيه في حدود القبول بمعنى اصح اولا لأ خلاص نفس الكلام لو انت قسطه على الشيروال كان الشيروال برضو كان فيها بعض الاشتراطات الخاصة بالخرصانة بالconcret dimension وكان ليها بعض الاشتراطات الخاصة بحديد التسليح سوال حديد التسليح الافقي والرقسي وليه حطوا الاشتراطات دي ما دي كلها اشتراطات ممكن اسميها بالنسبة لي هي الاشتراطات الدنيا او المتطلبات الدنيا المنموم واللي يجب علينا توفرها في جميع الناصر الانشائية على حسب اسمها وعلى حسب وظيفتها. انها بس عشان خاطر تكون قادرة ان هي تريزست. ينفع ايه اللي عنها? لا طبعا ما ينفعش. فدي وجهتين نظر. مدرستين بمعنى اصح. مدرسة الاولينية اللي بتقول لك منهم بقى قصد ببروميترز اللي هنذكرها كمان شوية خلال المحاضرة يعني بمعنى اصح اللي هتدخل في موضوع المعادلات اللي هنستخدمها في حساب بتاعت اللي ايه? وفي الاخر هبدأ اعمل اللي تشك. وجيت النظر الاخرى ان كل واحد لوحده زي ما انا وضحت لك بالمنظر ده. انت بقى شايف ايه بمعنى اصح? والله انا شايف بالنسبة لي انا ان الاتنين مقبولين بالنسبة لي. سواء مدرسة الاولانية او مدرسة التانية. كده كده في الاخر دي مجرد قدامي. مجرد ملاحظة. ملاحظة دي انا حاولت ان انا اوصلها لك. اتفقنا وهعيد وهزيد في المنضوطة تاني ان احنا بنتعامل مع البنود اللي موجودة في الكود باند باند بس كلمة زي بكلمة تعمل لك جملة والجملة دي يا بش مهندس ليها سبب وليها افادة. الكود او الناس اللي راح عملت الكود يا بش مهندس ما عميتلكش المقدمة وده ده كله عشان خاطر تستفدش بمعلومة واحدة. لا ده لازم يبقى في استفادة يا بش مهندس.